مع نهاية الأيام الأخيرة في 2019 غاب الوضوح في سماء العراق لا بوادر تلوح في الأفق الحراك الشعبي يجدد قائمة مطالبه لا قبول لشخصية لا تحاكم قتلة المتظاهرين كان هذا المطلب الجديد بعد المطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة وعلى عاتق رئيس الجمهورية تقع المسئولية لكن الانتظار الذي بدأ ينفذ من جعبة العراقيين هو سيد الموقف اختيار رئيس الوزراء مفتاح بيد صاحب القرار العراق عبارة عن غرفة مليئة بالغاز مغلقة والمقدح بيد رئيس الجمهورية واليوم دمر بنفس اللحظة سجل الموقف هو الشعب ارتاح من عنده عندما ضغطت عليه الأحزاب ووصلت للتهديد معه حقوق تذكر القصة قبل عملية السفارة واقتحام السفارة وصرف وما استجاب للأحزاب الآن نقول استجيب للشعب مرة نتحدث قبل رئيس السنة قبل عشرين عشرين تذكر جنابك صار علي ضغوط انه يمرر احد المرشحين ثلاث مرشحين كانوا واخر مرشح توقف به الرجل هناك انت ما استجابت للأحزاب الآن استجيب للشعب جيب شخصية امنية جيب شخصية عسكرية جيب شخصية مدنية عندك هاي المواصفات كما يقال ولديك امانة تاريخية الطبقة السياسية لم تفلح حتى اللحظة في تمرير اسم تتوافق عليها لتبقى في دائرة تخبط وهنا يعلو صوت تشكيل لقاء وطني وخارطة طريق للأشهر المقبلة رادنا شخصية قوية ويفضل ان تكون عسكرية مهنية خرجت مدارس عسكرية ليس مدارس حزبية جاء بورد سبوء رتبة كل كلمة لها وصف هذه الشخصية تكون تعمل على هذا ضبط الايقاع وارضاء الشارع انت شنو يعني اقول الثورة والتغيير شو تريدت من خلالها غير ترضي الشارع والشعب خلو مترضي الأحزاب الأحزاب راح تروح تتحاكم معظمها هسا القوائم من أمريكا راح تجي وبوعش بيها طلايب رئيس العراقي برهم صالح وبعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع القوى السياسية لحسم مسألة المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وجد نفسه في موقف شائك مع غياب الإجماع لشخصية معينة تلقى النسبة العليا من القبول لدى الشارع المنتفضة الرافضون للأسماء التي رشحت يجيبون بصوت رجل واحد لا يريدون حكم المحاصصة بل يريدون شخصية وطنية تعمل لأجل العراق نحن قطينا مهلة سبعة أيام تضامنا مع مهلة الناصرية انتهت المهلة ولم تحقق أي مطالب للشعب العراقي ومطالب المتظاهرين هي انتخاب رئيس وزراء مستقل غير متحزم وعندنا الشروط اللي ذكرناها انتهت المهلة وما يحققون كل شي قلنا وعندنا تصعيد سلمي تصعيد سلمي قطع الطرق وحرق الإطارات أراء الشارع العراقي تدعمها غرف التحليل لاختيار الشخص المناسب وشكل الحكومة الانتقالية في تحويل دائرة الإرادة الشعبية التي ستبقى مراقبة للنتائج المقبلة وأمام هذا الفراغ الدستوري الذي أصبح يدفع العراق للسير نحو المجهول فإن الساعة فارقة في ظل جردة الحساب التي يدفع ثمنها العراقي ليس دما فحسب بل إرهاقا للحالة الاقتصادية والأمنية في البلاد ترجمة نانسي قنقر